جيمي لازم اسألك يعني دلوقتي جهري هو بيفرج دي على حاجة بس مرضيت شعاطي يا جهري انا شفت حاجة شبه اللي كان الاهل بيخطئ فيها كثيرا في بداية الموسم معالجها وفكية اللعب وراء لعب المنتصف او بين الخطوط صحيح وخط الدفاع وخط الوصل النهاردة ظهرت بشكل كثير وكسيف من الهلال تحديدا في الشوت التاني لماذا عدت اخطاء الاهل الدفاعية في هزي المواجهة بعدما تحسنت كثيرا ما قبل كأس العالم الان واحد قلت التحضير التحضير ما كانش بشكل جيد اتنين انه من جزئية بقى من التحضير اللي ما كانش جيد ان انت ما عملتش حساب درجة الحرارة والملعب ان انت الشوت التاني المرضود البدني والذهن بتاعك هيقل اليوم في المية انت بدأ كل الاخطاء دي الشوت التاني المسحك كلها بنت شوت التاني الاخطاء المكررة وعودة الاخطاء المكررة دايما ونحطها عنوان ايه هي مشكلة الاهلي النهاردة هم ضربوا كولر بحكتين واحد بسلاح كولر نفسه هو الضغط العالي وياريت نعرض الحالات بتاعت سوق التمركز الاول بتاع ديانج علشان نتكلم على القصة وعودة المشاكل القديمة بسبب قلت التركيز وبسبب انه اللعيبة الجاهدية البدنية والذهنية بتاعته من شوت التاني قلت بشكل كبير جدا لدرجة لما اقولك دلوقتي على ارقام بعد ما نتكلم عنها بصها بصها كريم هي نفس الحالة اللي كان بيتكلم عليها جواري بس انا خلينا اخدها لك بقى من زوية تانية وقفت ديانج هنا لان ديانج النهاردة واحدة من اسوأ مبارايات ديانج مع النادي الاهلي مش غلط في كاس عام الخلي你說 لكن كان عنده حاجات كتير اجابية لكن النهاردة واحدة من اسوأ مبارايات ديانج يتحط كده على مصطرة جانب واحدة من اسوأ مبارايات كولر اللي لم تكن المبارايات اسوأ منذ ما جيقوا للادي الاهلي على كل القصة الاهلs عمل كل حاجة النهاردة عشان ميطلعش من نتيجة اجابية فالتنين لعيبة واقفين بلا رقابة طب الضغط بقى هل أهل بيعمل الضغط؟ لا هل بعمش الضغطة أصلاً؟ لعبة بتحلق فلما اللعبة تحلق ووراهم فاضي تبقى دي أزمة ماشي بقى فريمز ماشي فريمز أسرع شوية وهتقدي وقفة ديانج وركز على ديانج واقب بيعمل إيه وحمدي واقب بيعمل إيه يلا اللي بعده اللي بعده هات الفريم اللي بعده اللي بعده كمل كمل اللعبة كلها بتستلم باص الراجل بيروح بيطلع هناك على الطرف مفيش رقابة بتروح بتتعامل كروس لعيب فوس تلقاتها بياخدها كم من الفريم اللي بعده كم من الفريم اللي بعده اهو لعيب ناطط وناطط مع اللعيب وبيطلع ياخدها وبيحطها لولا للشتراك بتاعها ياسر كرة كتأسهل من كلاب كتير هاتلي اللي بعدها بقى سوق التمركز الحالة اللي بعدها على طول بتاع اليو ديانج بص اي دي الضغط بص اتعرف الناس تتفاجئ من الصورة دي تتخيل ان اللاعب اللي رايح تحت دا ده لعيب النادي الاهلي هو المهاجم اه واللعيب بتاع الهلال وهو المدافع الكوميديا في الصورة انه اللعيب بتاع الهلال ده مهاجم وجايي من ورا وبيضغط بالشكل ده كمل هاتلي الفريمل اللي بعده واللعيب الاهلي اقرب فيش اي اجرسه نسبعة اي نوع فيش اي شراسة في الضغط من اي نوع مش اي تركيز ولا جهازية بدنية من اي نوع كمل فريم اللي بعده الرجل هياخدها هيروح ميلة هيروح يقبص وقع كمل فريم اللي بعده ديانجا هيروح له ديانجا يترقص على السابتة على غير العادة كمل فريم اللي بعده كمل كمان معوش حد فتح له كمل اترقص على السابتة ده ياسر مززمل حطت قرب العرضه لولا انقاذ محمد عبد منا طب نطلع بايه بقى من الكلام ده حاجتين مهمين رقم واحد الاهلي عاد لنفسه مشاكله القديمة وهي قلة الرقابة وراء العيبة وسط الملعب اتنين الاهلي بيعمل حاجتين لو تجيب الصورة كمان الحالة بتاعت حسين الشحايا الاهلي بيعمل حاجتين يا كريم بيعمل ضغط عالي وبيعمل ترانزيشن ممتاز من الحالة الدفاعية او تحول من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية بشكل عبقاري عمله قدام اي حد عمل قدام ريال مادريد عمل قدام فلمينجو عمل النهاردة هو وحش جدا قدام الالف اول خمس دقايق بيعملوا في الدور بيعملوا قدام اي حد لو دي اول الصورة الترانزيشن ده بدء من وسط الملعبة كريم اربع لعيبة من النادي اهلي كالعاد واترك بش اي حالة جميل اهلي هتلاقي اهلي من الاربعة او خمسة الترانزيشن رحت باربعة التحرك الرجل قطع في الاسبيس كمل فيريم اللي بعده قطع في الاسبيس بشكل نموذج اتهطيتله كمل فيريم اللي بعده كمل دخل قطع طاهر التحرك نفس التحرك المعتاد اللعيبة بتخش العيب بيخش يقطع على القريبة و العيب بيخش يقطع على البعيدة و العيب بيرجع ياخد الخطوطين يورا اللي هو حسن ايش هاتكمل لات الفريم اللي بعده كمل الرجوع بتاع حسين بس وقف هنا بقى فانت هنا التصرف بقى اللي هو بمنتهى البساطة في ثلاث ثواني في ثلاث ثواني كيف تفضل مجهودات الفريق ده اللي بيحصل من كل مهاجمين في ثلاث ثواني كيف تفضل مجهودات الفريق كل اللي اتعامل ده كل الترانزيشن اللي الاهلي بيعملوا نموذج واللي اتعامل النهاردة في اول خمس دقايق ركل الجزاء خلي بالك يا بالمراسبة الكورجة ركل الجزاء فتتحط بالشكل لو تقعد وتستلم وتتمطع وتعملها وتستنها لما تجيلك على يمينك وفير بقى قدامك فقفلوا عليك هي من الاول اللي اوجات لك لو انت خدتها على عيبها بشمالك جون لان العيبة لسه على الارض فانت استنيت وتقلت عليها جدا علشان تهدر كل اللي حصل الترانزيشن اللي اتعامل ده نهاية انا الكريم الاهلي عنده مشكلة واضحة جدا وهي اضاعة الفرص كرة زيديف ديها خمسة تغير مصار وشكل المباراة تخلي الهلال يغير طريقته ويطلع يضغط ويفتع يسيب لك مساحات مش شوت الاول انت سيبته هو صير المباراة كما يريد لحد ما انت استنزفت بدنيا وبتلا يشتغل بقى بطريقة